هذا وقد قرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الملهمة في العمل الأهلي والتطوعي قائمة المكرمين ضمت أنيسة حسونة والتي تعد إحدى أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر والتي توفاها الله قبل توقيعها لميثاق تتشين التحالف بنحو ست ساعات وقد تم اختيارها كسفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة فتاة من دوي البصيرة كما تطوعت لمساعدة الأطفال من دوي البصيرة في تعلم طريقة براير